اهلا بكم في تكتيكلاب وقد تكون البداية اليوم ذات بعد فلسفي قد يكون اليقين المطلق غير موجود وهذه فلسفة حياتية لكن في كرة القدم لا بد أن يكون هناك يقين مطلق بوجود الأفضلية مهما تسللت الشكوك خلف الخطوط الفاصلة بين بداية ونهاية كل مباراة وكل بطولة فالشكوك التي لاحقت نادي الكويت في الجولات الأخيرة من بطولة دور فيفا الممتاز لكرة القدم لم تلبث أن بددتها رياح النصر التي أعادت المشهد إلى ما كان عليه بيقين مطلق أن الكويت لا زال هو الفريق المفضل للتتويج بدرع دور فيفا الممتاز لكرة القدم وذلك انطلاقا من حقيقة ثابتة وهي أن الأفضل وإن كان لا يفوز دائما إلا أنه يبقى يقينا المرشح للفوز بالألقاب الليلة هنا في تكتيكاللاب مع الدكتور محمد المشعان وعلي العليوة سنقرأ في التفاصيل التي بدتت الشكوك في مؤجلة الكويت والنصر لتمنحنا اليقين بأن الكويت لن ينتظر طويلا ليتوج بطلا وأن المسألة مسألة وقت لا أكثر فأهلا وسهلا بكم يا أحباب هنا في برنامجكم تكتيكاللاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن الكويت يقترب من اللقب بعد أن حقق انتصارا صريحا ومريحا على النصر برباعية نظيفة في المواجهة المؤجلة الأولى له ليكون على بعد انتصارين فقط من ثلاث مواجهات متبقية منها مؤجلة ثانية مع كاظمة وذلك بعد أن استقر ترتيب الفرق في دور فيفا الممتاز على النحو التالي الكويت في الصدارة برصيد ستة وثلاثين نقطة متقدما على السالمية والقادسية بثلاثة وثلاثين نقطة ثم كاظمة بخمسة وعشرين نقطة والعربي خامسا بأربع وعشرين نقطة النصر سادسا بثمانية عشر نقطة وأخيرا الجهراء سابعا باثنى عشر نقطة والتضامن عفوا ثامنا بإحدى عشر نقطة والفحيل والشباب تاسعين وعاشرا عفوا تاسعا وعاشرا بعشر نقاط أما على صعيد الهدافين فقد قفز جمعة سعيد مهاجم الكويت للمركز الثاني بعشرة أهداف بتسجيل هاتريك في شباك النصر وظل حسين الموسوي في الصدارة بأربع تعش هدف وبالطبع صابر خليفة وباتريك فابيانو الراحلان عن الدوري بعشرة أهداف وأخيرا فيصل زايد بثمانية أهداف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن من جديد نرحب بالزمراء المحللين اللي ينضموا لنا في طاولة تك تي كلاب دكتور محمد المشعان مساء الخير مساء الخير مهند مساء الخير علي ومساء الخير مشاهدين تك تي كلاب علي العليوة مساء الخير وحياك الله في تك تي كلاب مساء الخير المهند حيك حيي محمد وحيي السادة مشاهدين نعم بعد طبعا الخسارة من القاتسية محليا ثم الخسارة أمام الجزيرة الأردني آسيويا حامت الشكوك حول الأبيض وهو ما أثار طمع الآخرين مثل القاتسية والسالمية ولكن الكويت بسهولة عادة للانتصار كيف نشرح وضع الفريق حاليا بسهولة تامة مهند بسهولة تامة حتى وأن حللنا المباراة علي ويمكن البعض يستغرب من تحليل المباراة خصوصا في الشرطة الأول نادي النصر كان في معظم وجريات الشرطة الأول أفضل على مستوى خلق الفرص لكن بسهولة تامة تنتهي المباراة بالنتيجة ثقيلة لنادي الكويت الذي بدأ الآن متمغس بصراحة به حصد فرص نقاط حتى وإن كان في بعض الأحيان الأداء ليست بالجودة ليست بجودة متصدر ليست بجودة لاعبين دوليين ولاعبين محترفين على مستوى علي لكن الأهم هو الانتصار الأهم دائما الأغياحية بالفوز ومن ثم التفكير في المباراة القادمة صحيح ومحمد لما نتكلم على سيناريو المباراة نتكلم على المشكلة التي عانت منها نادي النصر يعني بالمواصم السابقة دائما البدايات السيئة استقبال هدف مهند بول الدقائق أو أول دقيقة تتكلم على المباراة بسيناريو جدا صعب في فرغات فردية وفرغات جماعية ما بين الفريقين تخليك تلعب المباراة بعقلية مختلفة ونادي مثل نادي النصر إذا ما بدأ المباراة بشكل جيد بالتأكيد راح يعاني نعم على طريق الهدافين وأنا أستذكر الهداف فابيانو فإن معلومة وصلتني بأن فابيانو رحل من الدور الكويتي في القسم الأول وهو الآن في دور الدرجة الثانية في البرازيل وهو يتصدر قائمة الهدافين مع فريقه في الدور البرازيلي فهذا يعني مؤشر لافت بأن اللاعب دكتور هو يعني يدل طريق المرمى بشكل ممتاز وبدليل أرقامه مهند لما نتكلم على الدرجة الثانية في الدور البرازيلي فهو محط أنظار الكثير من الفراغ الأوروبية لا شك أن الفراغ الأوروبية تتابع الدور الدرجة الأولى والثانية والثالثة اللي يلعبون فيه دائماً اللاعبين الناشئين المواهب وبالتأكيد فرصة لو كان التوب سكور أو المسجل الأول أو الهداف الدوري بالتأكيد سوف يكون خيار لفراغ أعلى من الدور الكويتي مع احترام الدور علي ما يعني تتفق على المقولة بأن منجم الكرة الأرضية من ناحية التالنتس والمواهب في كرة القدم في هذه القارة وبعدها مع عقارب الساعة يتحرك اللاعب باتجاه أوروبا وقد يختتم مسيرته في أقصى آسيا أو في أي دولة أخرى أو في أستراليا فعجلت حتى ميلاد اللاعب مع عقارب الساعة في التوقيت صحيح مهند تتكلم على دولة عندها الوفرة الكبيرة المواهب بالتأكيد موجودة في البرازيل المواهبة مهمة هناك لكن يعانون أمريكا والقارة كاملة تعاني من مشاكل الإدارية وكيفية صناعة لاعب يبقى اللاعب متمرح أوروبا بعمره صغير ممكن يكون لاعب في مساحة للتطور أكثر وينعكس عليه وعلى منتخب بلاده بشكل أفضل والمشاكل اليوم اللاعب إذا كان بالقارة استمر فترة طويلة بالقارة أو أخر قرار الخروج لأي أوروبا ممكن ينعكس عليه بشكل سلبي علي مع تطور كرة الغدم خصوصا تكتيكيا مع تطور الفرق بشكل عام بات موضوع العقلية أو التفكير الضهني بالنسبة لللاعب وانضباطه هو الأهم وموهوبة مرتبطة بانضباط اللاعب التكتيكية لما تتكلم على المواهب تتكلم على ممكن يعطيك مهند 20 لاعب برازيلي على مستوى عالي لكن الانضباطية والقدرة الذهنية والأمور التكتيكية هي اللي تخلي سامخ ضيرة واحد من أقل اللاعبين على مستوى المهارة يلعب فيه غير المدريد ويلعب فيه يوفانتوس يلعب في الدوريات العالمية هو العقلية يمثل منتخب الألماني بالضبط العقلية اللي خلت قاتوزو اللي ما يملك موهبة فنية عالية على مستوى المهارة لكن بانضباطيته يكون لاعب في الميلان أساسي ويكون مدغب حاليا صحيح ومحمد بنفس الوقت لما نتكلم على البلنسة أو ما بين الموهبة والالتزامة والإدراك والوعي التكتيكي نتكلم على اليوم الفارق الأهم شخصيا الالتزام بوروبا يعني شيء اعتيادي من الصعب تتكلم على لاعب بوروبا يبتعد عن الالتزام بحالات استثنائية لكن بشكل عام الفارق الأهم اللي يصير بالغارة تتكلم على الفرق اللي امتلكت المواهب الأكثر تتكلم على عشر سنين طافت برشونة فترة لفترات اكتسح الكورونا الأوروبية والسبب الرئيسي صعب تتكلم اليوم على جزئية الالتزام الالتزام موجود بشكل اعتيادي لكن المواهب اليوم المواهب متما اندمجت بالتأكيد مع الالتزام اللي هو بالنسبة لي شيء طبيعي بوروبا يحدث الفارق الأهم علي اسمحولي بس أذكر موقفين أو مقارنتين بسيطين البعض يمكن نقول امريكا الجنوبية البرازيل والارجنتين مقارنة بسيطة بالنسبة لي الارجنتين مختلفة تماما على البرازيل الارجنتين اكثر تأثرا في اوروبا كثير من الارجنتين اصولهم ايطالية اصولهم لاتينية اصولهم من اوروبا بدليل تأثر الارجنتين بالقارة الاوروبية ولدت انضباط اكثر الكورة الارجنتينية ولدت مدربين اكثر بالنسبة لي مدربين الارجنتين هم ابرز المدربين بالعالم مع الطليان لكن عطني مدرب برازيلي يدرب على مستوى عالي في التوب تين قليل او نادر جدا ما تحصل يعني اسكولار يحاول ان يوجد لنفسه مكان لكن قليل لكن مقارنة بالمدربين الارجنتين وهذا اهم اكيد واضح حتى اللاعبين وهذا الانضباط عقليات اللاعبين وانضباطهم وهذا الانضباط لان التدريب هو انضباط في الدرجة الاولى لكن النقطة الثانية اكلمك على نيمار بالنسبة لي واحد من ابرز اللاعبين في تاريخ كرة غدم على مستوى الموهبة والمهارة لكن بصراحة وين نيمار من كرة الغدم الحالية بموهبة نيمار كان المفروض يكون في صف ميسي في صف كرسيانو رونالدو في صف اللاعبين الهاي كلاس دائما تكون لنا شطحات على الكرة العالمية ما نبتعد عن محورنا لكن السؤال الاخير اللاعبين الافارقة هم اكثر انضباطا من اي لاعب اخر بالنسبة لللاعبين اللي خارج القارة الاوروبية شو الاسباب دكتور وانت يعجبونك يعني غالبا هذا النوع من اللاعبين اي مدرب يعجب باللاعب اللي يكون منضبط بادوار المدرب ما في شك تكون فيه لا مساحة على المستوى الفريدم على المستوى الحرية لكن لا ننسى ان القارة الاوروبية اللاعب الجيد اللي مثل المنتخب من بداية النشء يطلع لفرنسا يطلع لأوروبا وينشئ تكتيكيا واللاعب خلاص عارف وبعدا دائما يقول لك الفقر والجوع هو اللي يولد الموهبة هو اللي يولد الالتزام هو اللي يولد التضحيات وانا اقول لك اهم سبب في نجاح اي لاعب هو الحاجة 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 لوصول الى طموح اللاعب اللي يتمنى ان يكون واحد من اللجوم ويرجع لكثير من اللاعبين راح تشاهد ان طموح هو اللي يوصلهم لهذه المرحلة نعم وهذه المقولة اللي دايما يرددها مخرج البرنامج ومن يقود البرنامج على المستوى الاخراجي جمال عازمي يقول الابداع يولد من رحم المعانات عموما من مقولة جمال عازمي الى فقرة الفان زون خلنتابع نعم اداء نادي النصر اليوم شو نشايف المبارات بسم الله الرحمن الرحيم والله الشاب لعبه مبارات ممتاز يعني قاعد نلعب بنغص عددي كبير يعني عندنا يمكن خمس لاعبين ناقصين حارس المرمى مشعل فواز حمود عايض خالد شامان كذا لاعبين ناقصين بس الحمد لله يعني لعبنا اليوم لاعبين صغار والحمد لله يعني ان شاء الله يعوضونا الشاب في المبارات الجاية بسم الله الرحمن الرحيم بداية يعني احنا ما كنا مكتملين ثاني شغلة يعني المهمة يعني قول يديش عليك بول 15-20 ثانية طبعا هذي غير حساباته يمدرب ويفريغ يفرق معها طبعا وتدري يعني الضغط اللي عايش في الكويت لمن يديش عليك يعني هو مضغوط يبيه المبارات من بدايتها ويديش قول فهتكون عندها ريحية وانت تباري فريغ ثقيل صراحة من فريغ الكويت يعني مو من السهل ان انت انت تجاري وقول يديش عليك بجاية المبارات وما توفقنا جتنا فرصتين ما توفقنا مع هذي يعني مستوانا مول مستوى اللي احنا نطمح فيه صراحة يعني عندنا احسن من شذي صراحة مبدأين قد لك حق الكويت نشكر ناد النصر صراحة على كرم الضيافة ونشكر ناد النصر على المركز الاعلامي صراحة سعدنا كثير وان شاء الله موفقين بالنسبة للمبارات صراحة كان يعني الهدف الأول اللي سجلها جمعة سعيد ممكن انه يعني رفع معنويات ناد الكويت واحبط معنويات ناد النصر لكن شفنا مبارات اغلب الحيالة الى ناد الكويت سيطروا وشايفين نتيجة 3-0 لكن اليوم ناد النصر ممكن نلاعب شباب صغار وعنده لاعبين بالأولمبي نتمنى لهم التوفيق ونقول مبروك كل العميد مشكورين كابتن كلمنا عن مبارات اليوم شون شايف اداء ناد الكويت وناد النصر والله بالنسبة للمباريات اللي طافت الثلاث مباريات اللي طافت كان مستوانا كلش اليوم الحمد لله حسين ان بناخذ الدوري من جديد اهلا بكم في تكتيكاللاب ونعود لطاولة الحوار مع الزملاء دكتور محمد المشعان وعلي العليو للحديث عن مبارات الكويت والنصر على المستوى التكتيكي كان الكويت مكشوفا اكثر للفرق بمعنى انه كان يلعب بصورة تقليدية بالكرة المباشرة ولكن الان هناك حمزة الاحمر فيصل زايد يعقوب الطلاروة القادرين على التحرك بين الخطوط وتفعيل هجمات نادي الكويت كيف اثر ذلك على هوية الفريق وتنوعه في اداء الهجوم عليه التنوع الاهم مهند بالنسبة لي الوقت اللي كنا نشوف نادي الكويت يعتمد على الحل الوحيد اللي مو دائما متوفر في اغلب المباريات وهي الكرة الطويلة على جمعة سعيد غالبا تكون من حسين حاكم والعمل على الكرة الثانية اما ميدو بالتزديد المباشر او بوضعيات معينة يكون فيصل زايد يعني بالحالة اللي يفضلها واحد ضد واحد لكن مع وجود اللاعبين اللي ذكرتم تكلم على حمزة الاحمر على سبيل المثال الخيارات تعددت التحول الهجومي اختلف شفنا نادي الكويت هالموسم في كثير من الحالات الاظهرة مهند الاظهرة اللي أنا جدا معجب فيه وتكلم عن العنزي والصانع اللاعبين قاعد يقدمون مستويات كبيرة على مستوى الرب على لاعب في الملعب شفنا محمد اكثر من لغطة اكثر من لغطة كانوا مفاتيح الجملة الهجومية اللاعبين اللي يجون من الاطراف وتكلم عن الاظهرة وعليو في بعض الاحيان نادي الكويت او اي فريق ليس بحاجة لمفاجأة تكتيكية من خلال اللين اوب من خلال الاسماء بل بحاجة الى مفاجأة تكتيكية اثناء المباراة ولو شفنا دقائق المباراة رح نتأكد ان نادي الكويت فاجأ نادي النصر ببرس عالي معه ضربة البداية وسجل هدف وبعدها على طول في ضربة البداية اللي ما بعد الهدف حاول يعمل بروسنج وكان بإمكانه تشكيل خطورة على نادي النصر وايضا علي في شوط اثناني في الوقت اللي بدت المباراة 2-0 على طول ضغط عالي وحاول ان يسجل وشجل هدف مبكر لذلك المفاجأة تكون في الاسلوب اثناء المباراة من خلال تطبيق اما ضغط عالي او استراتيجية اخرى تمام الدكتور خليني يعني اوقف عند نقطة وهي اللاعب مثلا شريدة شريدة عندما يلعب في المحور ويؤدي بشكل جيد ولكنه لا يلعب دائما لوجود طلال فاضل وميدو خلف حمزة الأحمر امام النصر شاهدنا شريدة يعني يعطي تناغم اكثر وحرية اكبر لحمزة الأحمر هل دكتور محمد المشان انت معه شريدة ام طلال في المحور بجانب ميدو بصراحة الان نادي الكويت يمتلك خمس لعبين في خط الوسط على المستوى عليه خصوصا مع عالية الطور شريدة لاحظنا شريدة في الفترة الأخيرة مستوى في تصاعد لما كان يلعب باستمرار الى ان بدت مشاركاتها تقل اكيد ما نريد نقيمة على عدم مشاركته لكن لما تكلم على واعيدها مهند اعيدها يمكن من احد اهم الاسباب هو ميدو في خط الوسط ميدو كان بدايته في مركز الظهير وانتدابه او عود لجناندي الكويت بمركز الظهير لكن تطور العنزي كظهير ايسر واستحقاقه لهذا المركز عمل مشكلة مشكلة ايجابية مشكلة جيدة بالنسبة لأي مدرب وهي زيادة عدد ووفرة اللاعبين الجيدين تكلم على طلال فاضل تكلم على العدوى اللي كان انتدابه للبطولة الاسيوية لكن طلال فاضل ميدو العدوى الشريدة كثير من اللاعبين حتى بإمكان الأحمر اللي يلعب بهذا المركز فأكثر من ست لاعبين موجودين في هذا المركز أكيد مشكلة بالنسبة للمدرب لكن مشكلة إيجابية صحيح محمد وشخصياً لو كان بالنسبة لي الغرار مهند شريدة أول لاعب يكون بالتشكيلة في هذه المناطق كمحور لاعب تطور لاعب شفناه يعني مرحلة من مراحل مسيرته مع الفريق كان لاعب يعتمد على الاتحامات يعني قوته لكن شفناه لاعب يتنوى على مستوى الاستلام والتسليم بالنسبة لي أهم شيء مهند اليوم اللاعب متما تقدم على مستوى الفريق الأول أو نحط يعني من اللاعبين اللي يبدي فيهم الفريق لازم يكونوا بحالة فيها ثقة أكبر شخصياً معجب بفكرة المنافسة على المراكز لكن المنافسة لا تحط اللاعب بوضعية الاختبار أنت بتلعب لعبة لعبتين بأي لعبة يكون في دروب أوت هذه بالنسبة لي حالة سيئة يعيشها اللاعب اللاعب لازم يستغرر كيف يتصرف المدرب في إجراء الروتيشن بين اللاعبين شوف يعني هم هذه مسؤولية صعبة شوف الروتيشن وتسوى أغلب الفترة اللطافة بشكل كبير على المستوى الأوروبي وعلى مستوى أغلب يعني المحللين لكن الروتيشن مهند لازم يكون وفق بعض الجزئيات المهمة الروتيشن مو يعني أنا اللاعب ما يدري اللعب اليايا بيكون أساسي أو بيكون من خارج التشكيلة شخصيا أعتقد أن الروتيشن لا أهداف معينة أما أهداف بدنية أو أهداف فنية مختلفة باختلاف المنافسين لكن في لاعبين لازم يوصل القناعة خصوصا اللاعب يعني تكلم على محور لاعب مرتبط بانسجامة ومدى العمل مع الخط الخلفي يستحق شريدة شخصيا يستحق أن يكون لاعب يدخل المبارات بعقلية بمبارات الموسم أنا أستوقفك في جزئية الروتيشن دكتور وأيضا علي إذا حاب تشارك في هذه الجزئية هل الروتيشن مهارة يجيدها المدرب ولا هو إجراء عادي بحيث أن في بعض المدربين يعني مع إجراء الروتيشن الفريق لا يحدث لدرب قد يكون نفس المدرب مع نفس المجموعة يعمل الروتيشن ولكن يصير فيه درب الأولوية الهدف من الروتيشن هو إغاحة بعض اللاعبين لكن أهم شيء مهند أهم شيء الهوية يجب أن لا يكون الروتيشن يتسبب بفقدان جزء من الهوية متى ما كانت الهوية موجودة مع الروتيشن مع دوار اللاعبين ممتاز كردت بالنسبة للمدرب لكن إذا كان الروتيشن يأثر على هوية الفريق بدليل منه اللي ممكن يعمل الروتيشن المستوى العالي الليفل العالي لما تكلم على زيدان مع غير المدربين لما تكلم على مدربين اكبار يغيرون من أفضل من يجري هذه العملية هي 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 حاجة وليست غاية الروتيشن حاجة وليست غاية البعض يفكر أنه لازم أن أغير باللاعبين لكن لا ضغط المباريات لكن أنت اللي في الدور الكويت تلعب علي مباراة كل سبوع فالحاجة بالنسبة للروتيشن الأهم مهند هي الاسترار الاسترار هو الأهم وإبقاء اللاعبين للاندماج بالمنظومة تكتيكية علي من أفضل من يقدم الروتيشن بشكل المثالي إذا بتكلم أوروبيا مهند بالتأكيد سيرالكس فرقسون تاريخيا تكلمنا على تشكيلات لعب فيها الناس كلها كانت تتفاجئ والفريق يقدم الكرة المعروفة ويظهر بنتائج إيجابية كان متميز في جزئية الروتيشن كان مصعبها على اللي يلعبون الفانتاسي في ذاك الوقت وفي جزئية مهمة مهند وعلي إذا تسمحوا لي جزئية الروتيشن وهي جزئية مهمة تكتيكيا اليوم تتكلم في نوعين من الروتيشن في مدربين ويها مرتبطة بقدرات المدرب فنيا الروتيشن ممكن أغير نوعية اللاعبين بنوعية لعبين أخرى بنفس الأسلوب السابق وممكن أفشل لكن في مدرب على مستوى عالي من الفكر التكتيكي يغير الروتيشن بلاعبين مختلفين بأسلوب مختلف وهذه أعظم درجات النجاح بالنسبة لهم وخاصة إذا كانوا اللاعبين يعني يختلفون في خصائصهم صحيح لا يمكن أن أنا أغير الأدوات وأطالب على نفس الهوية وأطالب بنفس العمل والجهوزية مهند إذا بنحاول نسقط جزئية الروتيشن على الدوري الكويتي تكلمنا في بعض المباريات مارين مع نادي الغاتسية في وقت غير مناسب شفنا دخول بعض اللاعبين اللي كانوا قايبين فترة طويلة الروتيشن معناتها دخول اللاعبين ما كانوا مشاركين على الأغلب المباريات القريبة بحاجة أن اللاعب يكون جاهز ولا صعب الروتيشن يقدم لك النتيجة المطلوبة الأظهرة يعني أرجع إلى موضوع آخر الأظهرة أصبح والآن عملة نادرة في ظل يعني تقدم كرة القدم الجودة اللي يحدثها الظهير يعني دائما تعطي أفضلية الفريق اليوم هل تعويض اللي يقوم فيه مشاري غنام في نادي الكويت يعني عوض غياب فهد عوض بعد الاعتزال وسد الفراغ اللي تركه فهد طبعا مختلفين أكيد على مستوى على مستوى التعويض لا يمكن لا يمكن أن نقول مشاري غنام عوض لاعب دولي على مستوى عالي عوض لاعب يملك مسيرة كروية ممتازة في الجانبين الجانب المحلي وأيضا الجانب الدولي مع منتخب الكويت لكن بوادر إيجابية من هذا اللاعب بوادر إيجابية من خلال حضوره في المباراة الكبيرة إذا نذكر في أول مشاركة لا كانت مشاركة مع مباراة مع ناد القاتية وواجبات دفاعية أمام لاعبين بحجم بجر مطوع غياحي ولاعبين لهم خبراتهم الدولية بالتأكيد لاعب جيد في الطريق الصحيح لتعويض لاعب مهم الكردت الأكبر مهند فترة اللي أنت ذكرت فيها يعني تكلم على فهد عوض بالتأكيد كان نادي الكويت يمتلك الرواق الأيسر وكان يقدم مباراة كبيرة لكن شخصيا لمتابعتي لنادي الكويت بالسنين اللي طافت ما مرت عليه مجموعة تلعب بالظاهيرين بالشكل العالي وكخيارات مهمة في تفعيل الجملة الهجومية نادي الكويت بالمجموعة الحالية المجموعة شخصيا نشوفها المجموعة الأفضل على مستوى تقديم كرة هجومية نعم تعدثنا كثيرا عن فهد عفوا مشاري غنام نتوقف الآن مع اللقاء لأجرى مراسلنا حمود المطيري مع مشاري غنام ومدير الفريق محمد الهاجري فالمتابع كابتن محمد تكلمنا عن مباراة اليوم شوان شايف أداء فريقكم بداية مثل من تعارف يعني مباريات مهمة الأربع مباريات اللي كانت مضمنها مباراة النصر أشبه مباريات الكوس يعني هو زغاتية مسبب علينا ضغطه شوي يعني كل غاتية قرب عدد نقاط معنا الحمد لله يعني ما كناك الجهاز يداري وفني راضينا على الفريق خلال الأربع مباريات اللي هي مباريات كاسة هدنا أسوي ومبارات الغاتية اللي بالدوري بس الحمد لله كانت هناك جلسة مع رئيس النادي مع أخوان اللاعبين والجهاز رذاري والبني ووعدونا اللاعبين ومبارات اليوم إن شاء الله يطلعون بالصورة المطلوبة قد لك إن شاء الله نتيجة قد لك مستوى إن شاء الله عندنا ثلاث مباريات إن شاء الله نحسمها إن شاء الله ونتزود في لغة البطولة إن شاء الله قد لك كيف تنمشاري بداية نقولكم قد لك قربتم من إحراز لقب الدوري كلمنا عن المبارات اليوم شون شايف أدا فريقكم أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد على الفوز الغالي والثلاث مغاطر المهمة جدا يعني بمباراة كبيرة نادي النصر نادي يعني عنده كرة غدم جميلة لأمانة وآداء يعني لعبين ما شاء الله على مستوعالي لكن اللهم لك الحمد مثل ما قلت لك ثلاث نغاط مهمة الفريق كان طايح بدروب بعدين رجعنا لكن دائما نادي الكويت يطمح لأفضل يمكن اللهم لك الحمد اليوم أدانا تدارك نخطائنا اللي سلسلتنا اللي طافت من المباريات كان حايشنا شوية بدروب لكن مثل ما قلت لك إن شاء الله نادي الكويت تقدر تقولنا اليوم طلع من الدروب اللي كان فيه بعيدا عن الخسارة قدم النصر أداء جيدا من الجهة الهجومية وهذه سمة دائمة في أداء النصر مع كابتن ظاهر العدواني الذي يلعب جيدا لكنه يخسر كثيرا كيف نفسر حالة العنابي مهند هذا الفارق الكبير أهم فارق ما بين فريق بمستوع نادي الكويت وما احترامي فريق خلينا نقول متوسط مثل نادي النصر الفوارد يمكن تكون أنت تلعب أفضل وهذا نفس الشي موجود في الانديية الكبيرة وفي الهي لفل اليوم الهجمة قد لا تتكرر كثيرا بالنسبة لنادي النصر ضد نادي الكويت وضد نادي الغاتسية إن لم تسجل الهجمة هذي رح تدخل في دائرة الشك رح تبدأ تفكر تفكيرين هل أنا ممكن أفوز في المباراة؟ هل سوف يتاح لي فرصة أخرى للتسجيل؟ ومن هنا يبدأ اللاعب بشك في نفسه وشك في قدراته اللي حصل اليوم في الشوط الأول بصراحة اللي شاهدته أفضلية واضحة بالنسبة لنادي النصر في معظم دقائق الشوط الأول خلق فرص أكثر للتسجيل لكن المشكلة كانت في اللمسة الأخيرة ليس في اللمسة الأخيرة فقط في قرار اللمسة الأخيرة في الوقت اللي محتاج المهاجم إنه يمرر يسدد وفي الوقت اللي محتاج إنه يسدد يمرر شاهدنا نادي الكويت في أقل فرص في أقل لمسات يسجل الهدف من أخطاء سهلة جدا وهذه سمت للفريق الكبير كابتن يعني ظاهر العدواني يمتلك شيء ويفتقد أشياء ما الذي يحتاجه ظاهر العدواني ليقدم فريق أكثر اتزاناً من النصر هل يحتاج لأن يتخلى عن بعض أفكاره أم يحتاج أن يجلب بعض اللاعبين أم يحتاج ماذا يا علي العدواني شخصياً أروح باتجاه مساعدة أفكاره بجزئيات اللاعبين هل هو واقعي بأفكاره مع المجموعة الموجودة شوف أنا جزئية عدم الواقعية أتجنبها لأنه بنهاية ظاهر العدواني يلعب كرة قدم متوافقة مع الوضع الطبيعي لنادي النصر وإهدافه بالموسم بعقلية أخذ المفاجأة وإعمل المفاجأة وسيطر على المبارات المشكلة التي تحدث مهند لنادي النصر من بداية الموسم صراحة عدم الاستغرار على لاعب في الملعب كنا نرى نادي النصر يخلق فرص لكن هناك مشاكل في اللمسة الأخيرة عدم وجود مهاجم يحلك أغلب المشاكل التي تواجهها في الموسم تكلم على تسجيل مهند من الصعب تلعب مبارات عمام فريق مثل نادي الكويت والفرصة لا تكون بهذا الحرص نعم شكرا علي فتح لي باب ليسأل سؤال للدكتور محمد المشعون هل ترى أن المحترف بابا توندي رأس الحربة يتناسب مع أسلوب لعب فريق نادي النصر وما أثر غياب اللاعب مش على الفواز على الأداء الهجومي لنادي النصر بالنسبة لي بابا توندي لاعب جيد ويمكن أن يكون لاعب في المستقبل لاعب مؤثر ولاعب حداف بصراحة لكن يحتاج إلى الاستغرار أصعب شيء هو وجود اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية مع فريق يعاني على مستوى سلم التختيب ما في شك أنه من خلال تحركات اللاعب من خلال بالنسبة لي دائما أقول المهاجم أفضل المهاجمي ليس فقط المهاجمي اللي يسجل المهاجم الجيد هو المهاجم اللي يخلق لنفسه فرصة من فرص من فرص شبه معدومة تكلم على تحرك إيجابي مراوغة لاعب على لاعب وبالتالي زاوية تسديد أعلى محمد القادر على أدخال المجموعة في الحالة الهجومية أو في الجملة الهجومية شفنا توريس فترة من فترات مع نادي النصر تمرير حق توريس يعمل التأخير أو الدليل مناسب لتحول مش على الفواز لتحول بعض اللاعبين اللي يزيدون العدد الكافي لخلق جملة خطرة لذلك نجاح المهاجم ليس بالضرورة على أن يكون هو الأبرز هداف أبرز تسجيل الأهداف أو أكتر تسجيل الأهداف ممكن يكون عمل فني آخر لكن اليوم أكيد مش على الفواز تأثيره كبير جدا خصوصا في ترابطة مع المهاجم هو اللاعب اللي ممكن يعمل الأسس هو اللاعب اللي ممكن يقرب نادي النصر أكثر لمرمى المنافس هو اللاعب اللي ممكن يخترق ويسجل الأهداف نعم إذن من التفصيل النظري إلى التفصيل العملي ننتقل الآن إلى شاشة تكتيكاللاب حيث الكويت لم يعد من اللقب ببعيد بتألق من؟ أكيد جمع سعيد موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نستعرض الآن تشكيلة نادي الكويت والخيارات اللي دخل فيها مدرب نادي الكويت محمد عبدالله معاك دكتور ونتكلم عن أبرز الأسماء اللي شارك فيها في بداية المباراة أمام نادي النصر الآن ممكن نتكلم على اغتيشن الآن لما نتكلم على اغتيشن على أولا طلال فاضل ثانيا العدوى ثالثا في بعض الأحيان غياب حميد ميدو لكن اتكلم على تواجد شغيدة شغيدة اللي قدم أداء جيد اتكلم على حمزة الأحمر اللي يعود ويرجع للمباريات واتكلم على أهم لاعب اللي بصراحة يستحق الفرصة هو يعقوب الطغارة ولما تكلم عليه عقوب الطغارة مع فيصل زايد وجمع سيد بالتأكيد ثراثي مميز جدا لاعب بصراحة قليل ما نشاهد لاعب علي المهاجم المهاجم اللي تحسه الثقيل في البوكس اللاعب اللي يفهم الوان تو يفهم الوان ثري يقدر يتحرك شاهدناه بأكثر من شكل شاهدناه باللاعب اللي ممكن وحللناه في الموسم السابق اللاعب اللي يلعب بالهاف سبيسيز واللاعب اللي ممكن يأتي في البلاين سايد البلاين سايد ويأتي من الخلف ويسجل من خلال الكرات العرضية لكن على المستعمل ويقوب صراحة يعني يستحق كريدت على الصبر صحيح يعني هو في مراحل سابقة كان يعني لا يشارك ويدخل ويسجل ويغير النتيجة صحيح صبر وانال الآن الدخول في التشكيلة كأساس صحيح مهند صبر ودائما هذه ضغيبة الفرق والأندية الكبيرة دائما اللاعب النجم الشاب يجب أن يصبر ويجب أن يتوقع الفرصة في أي وقت لكن أكثر شيء تطور في نادي الكويت اليوم صعب لما تتكلم على فريق اعتاد اغثى علي ونتكلم عن اغثى التكتيكي هو كونتراتاك لكن بدل الآن نادي الكويت نوعا ما يحاول يستحوذ على الكرة بتواجد هذه النوعية من الثراثي والأهم علي اليوم تتكلم على أربع لاعبين في خط الخلفي مواطنين وهذه السما ما كانت موجودة في نادي الكويت في السابق نعم من تشكيلة نادي الكويت ننتقل الآن إلى تشكيلة نادي النصر والأسماء اللي دخل فيها المدرب ظاهر العدواني لمواجهة نادي الكويت تشكيلة نادي النصر معاك علي العلاوة اليوم مهند كان العقل الجهاز الفني محاولة تعويض مش على الفواز دائما كان في حلقة مفقودة في عملية التحول محمد عبد الهادي حاول أن يقوم بعض الأدوار ويا بندر نايف في تواجدهم كمحطات تعمل الربط مع كواكو لكن فقدان التكنيك الأعلى اللي كان يمتلكها مش على الفواز أثر مهند على سيد ضياء وطلال العجمي في التحول دائما مشعل كان قادر على عرض نفسه كخيار متاح للربط مع بندر أو إرك كواكو والتحول بعدها معاناة نادي النصر في بعض فترات المبارات كانت على مستوى مهند ما بعد فقدان الكرة تكلم على العشر ثواني الأولى والسبع ثواني كيفية تعامل المجموعة كيفية تمركز الخط الخلفي شفنا الطراروة كان قادر واخترت أكثر من اللقطة راح نشوفهم على اختراق وعمل يعني التمويح ما بين السنتر باك والظهير محمد خالد واختراق المساحات اللي كانت بينهم شفنا أقلب الأهداف كانت في هذه الطريقة علي بالإضافة للمشاكل الدفاعية خصوصا في التغطية العكسية شاهدنا في كثير من الأحيان أخطاع على مستوى تمركز في الحالة الهجومية وفي الحالة الدفاعية من بندر نايف بالترابط مع كواكو شاهدنا ما في بلنس على مستوى طلب الكرة حتى في الهدف الأول لو نشاهد الهدف الأول اللي طلبتها في التحليل وأنا كذلك طلبتها في التحليل راح نشاهد أن تمركز بندر نايف خاطئ في طلب الكرة نعم إذن الآن نروح إلى مراسلنا حمود المطيري مع طبعاً اللقاء اللي أجرى مع مدرب النصر ظاهر العدواني واللاعب عبدالله شريفي كابتن بداية نقول هارد لك لنتيجة المبارات تكلمنا عن أداء فريغك اليوم من ناحية فنية شريف المبارات والله شوف طبعاً في البداية يعني الشوت الأول يعني أدينا أداء أكثر من جيد يعني لكن ممكن شوت ثاني صح الأداء خاصة عقب الطرد أعتقد الأداء ما كان جيد لكن الشوت الأول مشكلة توقيت الأهداف يعني أول تقريباً حتى ما أكمل يمكن ثلاثين ثانية والقول الثاني في الدقيقة تقريباً ثنين أو أربعين أو أربعين فأعتقد أننا خلال الفترة اللي بنبين لنا هداف هذه المشكلة لما تيجي تلعب مع الكويت تخسر يعني أو يقولون عليك من أول أول عشرين ثانية أكيد تغير حسبات كثيرة أمور كثيرة فنية لكن يحسب الفريق في الشوت الأول أنه حافظ على الرتمع حافظ أداء صنع أكثر من فرصة حاول أن يسجل لكن بعض الأخطاء البسيطة كانت في المبارات هي التي أثرت في المبارات في المجمل لعبنا شوت شوت ثاني واك أننا أدانا زين اضطرد زاد المساحات في الملعب تلعب ضدنا الكويت فريق قوي يعني تصيد المساحات كبيرة من الصعب أنك تسكر وحتحاول تعوض صنع عملية شوي أصعب لكن أنا أعتقد شعبنا شوت مويز حاولنا كثير من يقدر أننا نكون الأفضل في المبارات وحنا أعتقد كنا نوعا ما الأفضل في المبارات لكن الشوت الثاني لا أعتقد الكويت قدر يحسب المبارات بخبرة لعبنا في المساحات في قساراتنا لطرد لعب أهلا كبت حبيب مشكور كبتن عبد الرحمن شريفي كلمنا عن المبارات اليوم شون شفت أداءكم في هذه المبارات أول شيء الحمد لله على كل حال ما كنا نبغي النتيجة 4-0 بس مثل ما شفت أول دقيقة قول يعني خربطت حساباتنا هذه وايد وغلات بسيطة يعني خلت النتيجة 4 ما كنا نطمح لها كنا داشي للفوز بس الحمد لله على كل حال إن شاء الله مبارة الجاية مع الغاتسية وكاس الأمير إن شاء الله نعوضها ونعوضها النتيجة 4-0 بإذن الله ونوصب كاس الأمير على مكان بإذن الله كابتن هل كنتوا تعانون اليوم من نقص لاعبين؟ كيد مثل ما شفت دفاع عندك روبين موجود هو بس يعني ما حب يبدي فيه عشان لا زيد إصابته عندنا بالهجوم لاعبين لا تنسى لاعبين منتخب منتخب الأمري إن شاء الله يقول مبارة الجاية نكمل ونعوضها بإذن الله عار لك وصلنا إلى عرض الحالات الفنية البداية مع علي لعلي وعلي تفضل مهند من الضروري نتكلم على يعني من الجزيات المهمة في كرة الغدم توافق اتجاهات اللاعبين والجري في المساحة وطلب الكرة والتمريرة دائما الوقت اللي تشوف يعني الجري أو طلب الكرة بشكل طولي واللاعب المنفذ وصاحب الغرار يبحث عن التمريرة العرضية راح ينجح بالأولى لكن المشاكل وين راح تكون؟ بالتمريرة الثانية مهند لأن الخيارات راح تكون أقل نشوف اللقطة ونشوف المشاكل يصارت لنادي النصر في بداية الهدف بالبداية الاتجاهات كانت كلها للاعلى مهند المشاكل وين بدت في التمريرة هالي التمريرة الأولى اللي بالعرض عقدت التمريرة الثانية اللي انجبر فيها الضهير محمد خالد اللي تمريرها للخلف ساعدت النادي الكويت في إيجادة الضغط العالي وفكرة تحجيب المساحات في أول منها هذا الملاحظة اللي كتبتها بالنوت بتليفوني يعني بتليفونك ما في شاحن في المهاجم علي بس تعليق بسيط من خلال وقفة لاعبين نادي النصر واضح أن تعليمات المدغب في البناء وضعية بناء من خلال بداية اللقطة نشاهد من خلال تمركز المهاجمين أن النصر أو ظاهر طلب من الفريق أن يبني في بداية التحضير لكن محمد في جزئية مهمة اليوم الجناح بعد السنتر وبعد تغيير القانون السنتر يلعب بشكل للخلف كان الأقلب نشوف اللاعبين يأخذون قرار الجاري الطولي الجاري الطولي معناتها التمريرة الأولى تبعد الحرج المشكلة تصير بالتمريرة الثانية بعد التمريرة الأولى بالعرض اللي غير متوافقة مع اتجاهات الجاري معناتها في مهمة أسهل للعب نادي الكويت تمشي اللقطة الحين من نشاكل مهند اللاعب بالتأكيد التمريرة للخلف تساعد نادي الكويت في عمل برسنج إحراج كبير حالياً الأمور صعبة أنت أمام إما خيار عمل التاكلنج ويقاف الهجمة أو رح تتحول عليك بشكل خطر تمشي اللقطة وكانت يعني كان نادي النصر ممكن يتفاداها مهند ممكن يتفاداها بتمريرة طويلة متوافقة مع اتجاهات اللاعبين لكن التمريرة الأولى اللي كانت بالعرض وبعدها تراكمت في تمريرة للخلف في ساعدة نادي الكويتي نعم نروح نشوف الحالة الفنية الثانية التي اخترتها علي مهند اللقطة الثانية نتكلم على اليوم حجم الإدراك والوعي التكتيكي لللاعب من الالتزامة في المناطق التي يجب أن يعمل فيها كنا نشاهد أغلب اللاعبين خصوصاً في الدولة الكويتي مهند يشاهد الحالة ويرقب في المشاركة ويعمل الزحمة ويعمل الفوضة من الأمور التي يتميز الطراروة بالنسبة لي وفي ثقة بالمجموعة بعدها الحركة تابع في اللقطة من بدايتها الطراروة وحركة الطراروة بدون كرة بغائماً بالوقت المجموعة تحضر الطراروة محافظ على التمركز في عرض الملعب وعمل استراتش تمشي اللقطة بسمح الأثر الإيجابي على هذا التمركز وهذا العمل من الطراروة مهند سيبين في نهاية اللقطة حالياً يعمل استراتش يثبت باكليسار لنادي النصر محمد خالد ويحافظ على تمركزه ما يشارك حاول يعرض زحمة هذه قدرة اللاعب على المحافظة يعني وتعكس مدى وعي اللاعب ودراك التكتيك لأدواره في الملعب حالياً مهند لاحظ وهذه نادر ما نشوفها ترى علي صحيح حالياً مهند تبت الحركة يتواجد في المنطقة ما بين الضهير وما بين قلب الدفاع بالوقت اللي يصير فيه التكالية ما بين الأثنين تنشي اللقطة بسمح خد تنشي لإنهايتها فيه دراك كبير للمساحة والتمركز أنا ما زلت أتابع يعقوب بالضبط تابع يعقوب بالوقت اللي فيه صار التحول مهند تتكلم على رؤية السنتر باك خلاص يعقوب بظهرة من الصعب بالبلايند سايد واللاعب اللي كان بالبداية ملتزم بمراغبة يعقوب أصبح بعيد خمسة ستة متر سهلة سهلة بالنسبة لي يعقوب يعمل الاختراق الأول ولو تمشي اللقطة بعد التمرير تشوف الاستلام بأرياحية وتكنيك عالي يعقوب في هذه اللقطة انتلك الخيال الأكبر وحركة بدون كرة على أعلى مستوى هدف براني هدف وحركة بدون كرة من الصعب تشوفها في دوري الكويتي أو تكرارها نعم كردت كبير صراحة للاعب يعقوب الطرار في حالة فنية تكرار مهند لي يعقوب الطرار يعقوب الطرار يعقوب الطرار يعقوب طرار مهند تكلمنا مساء عن الحركة والثبات في المناطق الأمامية المحافظة على التمركس في هذه اللقطة مهند تكلم على حالة ونضج تكتيكي يعقوب بالحالة الطبيعية التمرير الطويلة مهند أسرع من اللاعبين الصانع نحطه بوضعية واحد ضد اثنين ممكن يكون اللاعب المحور يطلب السناد بمسافة كثيرة لكن التمرير الطويلة عقدت الأمور على الصانع فيعقوب أخذ القرار وتحرك بعكس طبيعته عرض خيار الاسناد ورفع الحرج على الصانع في هذه اللقطة قرار ذكي وتنوع في اتجاهات اللاعب والعمل بدون كرة اللاعب مميز في هذه الجزئية تحديدا مهند بعد الاستلام وعرض الخيار تمريره سهلة وبعدها التحول للمناطق الأمامية ممكن أنت بالعين تشوفها حركة عادية لللاعب لكن لها قيمة مهمة جدا على المستوى الفني في الملعب كانت من الممكن تتسجل هذه اللقطة واحدة من أجمل أهداف لكن يعني شكرا علي الله أعطيك العافية دكتور محمد المشعان نشوف أبرز الحالات الفنية اللي اخترتها من مباراة الكويت والنصر لغطة الهدف الأول اللي تكررت في اللغطة الثانية اللي اخترناها أول لغطتين بيوضح لك نفس اللغطة اللي اختارها علي لكن بوضح الشيب اللي موجوده نمشي اللغطة من خلال الشيب هذا لو كان في لاعبين اثنين واثنين من نادي النصر واضح أنه سيلعبها كرة طويلة لكن هذا الشكل هو اللي صعب لكن هذه المشكلة المشكلة في تحرك لاعب نادي النصر نايف تكلم على على تمركزه في ظهر اللاعب لو كان موجود في هذا الوضعية سهل أن يطلع برس وان تو وبالتالي يرجع نادي الكويت لمناطق لكن مثل هذا التمركز كان سبب رئيسي في الخطأ أيضا نتكلم على اللمسة الأولى كانت سيئة جدا بالنسبة لللاعب في الوقت اللي كان بإمكانه بإمكانه الاستلام في زاوية أبعد للجمعة سعيد وهذا أحد أهم أسباب تفضيل المدربين للعب سنتر باكليفت بقدم اليسر بسبب الفيرستاتش وبسبب التمرير شاهد اللغطة الثانية مهند بعد الهدف تماما عليه بعد الهدف تماما يختار نادي النصر نفس الآلية وأن لا يلعب الكرة الطويلة على الأجناب مع تمركز لاعبين نادي النصر في وسط الملعب معناتها بيحضر وبالتالي يحاول أن يضغط مرة ثانية ومرة أخرى وممكن يخطئ نادي النصر لكن خرجت الكرة وكان أسهل على نادي الكويت استخدامها شاهد اللغطة اللي بعدها شوف اللغطة اللي بعدها اللغطة اللي بعدها مهند اللغطة الثالثة ورابعة توضح لك الكلام اللي ذكرناه والكلام اللي تفضلت فيه وأن نادي النصر قدم شهوط أول جيد والكلام اللي قاله ظهر العدواني من خلال خلق الفرص لكن المشكلة علي في اللمسة الأخيرة القرار إما التمريرة أو التسديد كان في كثير من الأحيان عكس القرارات الصحيحة نشاهد اللغطة ونشاهد نادي النصر كان عنده القدرة في التحولات خصوصا في الزيادة العددية الشيء اللي بصراحة لو كان موجود مش على الفواز كان بإمكانه مع إتقان التمريرات يخلق فرص أكثر من اللي خلقها نادي النصر مثل هذه الفرص مع نادي الكويت مع نادي القاتسية مع نادي السالمية يجب أن تكون هدف علي تكلم على تساوي عددي واحد ضد واحد أو في بعض الأحيان تفوق عددي شاهد اللغطة وهذا قيمة المهاجم اللي علي يخلق لنفسه المساحة يخلق الفرصة من خلال طلب الكرة كمل اللغطة من خلال طلب الكرة من خلال خلق زاوية تسديد جيدة من مهارة المراوغة شاهد اللغطة ونشاهد تحول من حالة إلى حالة استلام ممتاز لكن الآن التصرف تفوق عدد نادي النصر كان بإمكانها يكون فرصة هدف محقق في حالة أخرى في حالتين أيضا حالة بالنسبة لي نشاهد الحالة بشكل سريع حالة بالنسبة لي الفرص المحققة اللي كان بإمكانها تكون هدف لنادي النصر من خلال تحرك ما بين الخطوط نشاهد اللغطة دائما في الوقت اللي نادي النصر يسترجع الكرة يتمركز المهاجم وفي بعض الأحيان لاعبي خط الوسط في ما بين الخطوط أهم أصعب المساحات اللي يصعب تغطيتها بالنسبة للمنافسة نشاهد اللغطة بشكل سريع ونشاهد متى ما كان التمركز جيد ومتى ما يحضر نادي النصر في ملعب المنافس المساحات موجودة علي لكن التصرف الذهاب إلى الحل الفردي في الوقت اللي كان بإمكانه يمرر وسجل هذه فرص أهداف مع نادي بحجم الكويت السالمية القادسية يجب أنك تسجل هذه الهداف نشاهد اللغطة الأخيرة وانعكاس الأخطاء الفردية على التنظيم الدفاعي البعض يمكن يتكلم ويقول التنظيم الدفاعي كان سيء لكن يصعب على أي فريق تحول من حالة تنظيم هجومي وفتح لعرض الملعب الآن لاعبي نادي النصر يعملون سبرد يعملون انتشار والتفكير في حالة هجومية مهند ومن ثم خطأ لا متوقع صحيح دائما كمدربين نقول حاول أنك تتوقع لا متوقع يجب أنك تتوقع الشيء الصعب لكن يجب أن لا تفقد الكرة في هذه المساحة لأن لاعبي نادي النصر في الخط الخلفي في حالة هجومية في حالة انتشار لكن أرجع وقول دائما على المدافع أن يتوقع اللامتوقع وأن يفكغ في الحالة الدفاعية لو أخطأ دائما المدافع يجب أن يقول لو أخطأ لاعب خطر وسط نعم شكرا شرح وافي دكتور الله أعطيك العافية اليوم زايد اللقطات وصلنا خمس حالات مجمل ثمان حالات كانت ممتازة وكفيلة بأن نغطي هذه المباراة فنيا أعتقد عندنا بعض الدقائق أودكم أن تكلم عن المنتخب الأولمبي الأولمبي يعني قبل الختام أنا بس لابد من الإشارة إلى أن المنتخب الأولمبي سيدشن مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا يوم بعد غد الجمعة وذلك عندما يلتقي نظيره المنتخب الأردني في إطار منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبي سوريا وقرغستان والتي ستدور منافساتها حتى يوم الثلاثاء المقبل إذ سيلعب منتخبنا مع سوريا في المباراة الثانية يوم الأحد قبل أن يواجه قرغستان الثلاثاء ويتأهل أول المجموعة للنهائيات التي ستقام في تايلند العام المقبل كل التوفيق لشباب منتخبنا الأولمبي الآن بصراحة هل منتخبنا قادر على التأهل خاصة وأننا نعلم أن منتخبات مثل الأردن وسوريا تتميز بهذه الفئة مهند نتكلم عن جهوزية بالتأكيد هذا واقع أنت واقع تعيش أن الفرق المنافسة موجودة وياك بالتصفيات هي لها الأفضلية على مستوى الجهوزية لكن هذه عقلية لا ستوصلك بعيد ولا ستجعلك تأخذ شيء بالتأكيد المجموعة وأنا معجب بالمجموعة في جزئية مهمة تلاحم المجموعة دائما كنا نشوفهم في مباريات في الوقت اللي فنيا نتفوق عليهم المنافس مثل المبارات السعودية كان يردون للمبارات والسبب في الدورة الودية بالضبط اللي كانت في الكويت المجموعة فيها شيء يبشر يعني بمستقبل إيجابي ومنها اللحظة مهند انتكلم على مستقبل الكرة الكويتية رح يبدأ منها اللحظة اللحظة هذه جدا مهمة لهذه المجموعة والمحافظة عليها نعم شكرا علي لكن المستوى الذي عفوا شاهدنا للمنتخب الأولمبي في مبارياته الودية لم يكن واعدا وخاصة من جهة أسلوب اللعب وتوظيف بعض اللاعبين أين قوة منتخب الكويت الأولمبي إذن دكتور وأن القوة القوة بالشيء اللي نطلب من اللاعبين الشيء اللي نطلب من اللاعبين ونقول لللاعبين يجب أن يعلموا حجم المهمة حجم المسؤولية اللي 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 مطالبين هم في الدرجة الأولى اليوم لما اتكلم على كرة الغدم بالنسبة للشارع الكويتي هذا المنتخب بإمكانه أن يكون هو منتخب الأمل دائماً أقول فيه فورق فنية منتخب السوري المنتخب المنتخبات المنافسة فيه فورق فنية لكن في التسعين دقيقة ومدير الفريق يعلم حسين فاضل واليوم اللاعب اللي قال كلمة بالنسبة اللاعبين بجرن طوى علينا أن نتذكر مباراة كورية ومباراة اللي كانت في الكويت اللي كانت الجماهير ممتلئة إذا كان اللاعب في أتم الجاهزية مهند إذا كان اللاعب يغرب في الفوز في مثل هذه المباراة صدقني في مباراة بإمكانك أن تتغلب على أفضل الفرر متى ما كانت الروح موجودة متى ما كان الانضباط موجود يجب أن يعلمون اللاعبين بحجم المسؤولية بالدرجة الأولى إذا علمت حجم المسؤولية بعدها الأمور ممكن تتسهل فنتمنى أولاً دعم هذا الفريق ثانياً نتمنى أن تكون كل الأطراف كل الأطراف متلاحمة لدعم هذا الفريق إن شاء الله نعم شكراً دكتور عساك القوة الله أعطيك العافية شكراً علي الله أعطيك العافية عشرين ثلاثة اليوم هو يوم السعادة العالمي أتمنى أن يعني يرزقنا هذا المنتخب بسمة وسعادة في نتائجه مو بس على المستوى القريب أيضاً على المستوى البعيد ليجب أن تتضافر كل الجهود لدعم هذا المنتخب وكل المنتخبات في كل مراحلها السنية وإن شاء الله يتحقق مستقبل أفضل للكرة الكويتية في يوم السعادة نترككم من تكتيك اللاب بسعادة 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر